السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأصعد فيه تحليلا صحيفة الروسية عن المواجهة الامريكية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي طبعا التحليل جاء بعنوان كيف أصبحت اليمن عظمة في حلق أمريكا وهذه هي تفاصيله أكدت صحيفة روسية أن أمريكا لن تكون قادرة على المغاومة الكاملة لتصرفات اليمن لفترة ضويلة وخاصة لصد الهجمات الصاروخية التي تحدث في البحر الأحمر وقالت صحيفة روسيا المستقبل في تحليل عسكري لها إن واشندن ببصادة تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع الخصوم الذين لديهم عدد كبير من الصواريخ المضاطة للسفن ويحتاج الأمريكيون إلى زيادة قوتهم في تلك المنضية وقمع الدفاعات الجوية اليمنيين وتحييد بنصات إطلاقهم وبينت الصحيفة أنه لا يزال يتعين على الولايات المتحدة العمل في هذا الاتجاه لحماية طرقها التجارية وسفنها الحربية بعدما أعلن أنصار الله اليمنيون بالفعل عن خطط لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا وقد قيل ذلك فور قيامهم بالفعل بتنفيذه يومين خضيرين فهم أولا ضربوا صاروخا على سفينة حربية أمريكية وهو أمر مهم للخدمات اللوجسية الأمريكية للجيش الذي يهاجم اليمن ثم هاجموا ناقلة نفط إنجليزية وأشارت إلى أن الحكيين خضيرين لأن لديهم طائرات صغيرة بدون ضيار وطائرات بحرية بدون ضيار وصواريخ مضادة للسفن تحت تصرفهم وأن الأمريكيين لا يستطيعون صد هجماتهم من مدمراتهم وهي القوة الوحيدة الأمريكية الرئيسية في البحر الأحمر وعدت الصحيفة نظام اتفاع الأمريكي إيجيس جيد لكن إدلاق النار على طائرات صغيرة بدون ضيار لمساعدته مكلف لغاية بالإضافة إلى ذلك قد لا يتمكن الصاروخ ببساطة من اللحاق بالطائرة بدون ضيار بسبب حجمها وقالت إنه من المهم أيضا أن يجد الأمريكيون منصات الإدلاق الحوذية ويتخلصوا منها ويمكن لصواريخ كروز على المدمرات القيام بهذه المهمة بشكل جيد لكن الكشف سيتطلب إبقاء الطائرات في الجو لاستمرار أو استقدام بعض الوسائل الأخرى لمراقبة أراضي اليمن وأوضحت الصحيفة أن اليمنيين يتمتعون بمساحة كبيرة إلى حد ما كما أن صواريخهم تتمتع بمدى جيد ورغم أن الأمريكيين يتمتعون بقدرة استدلاع ممتازة إلا أنهم غير قادرين على كشف جميع منصات الإدلاق أو معرفة مكان تخزين صواريخ ويؤدي الكثافة السكانية وتضاريس الجبلية مع وجود العديد من الأنفاق إلى تعقيد المهمة وكشفت الصحيفة عن نقطة ضعف الولايات المتحدة قائلة أنها تفتقر إلى الخبرة في محاربة المعارضين الذين لديهم عدد كبير من الصواريخ المذاتة للسفن وكانت المرة الأخيرة التي واجهوا فيها مثل هذه الأسلحة أثناء صراع عسكري لكن كثافة استقدامها هناك كانت أقل بكثير مؤكدة أنه سيتعين على الأمريكيين اكتساب الخبرة في عملية مواجهة اليمنيين وفي غضون ذلك فإن الأساليب التي تتبعها واشندن لا تزال أقل مما هو مرغوب فيه أضافت أنه من الضروري أن نفهم أن أنصار الله اليمنيين يباتلون منذ فترة ضويلة ضد تحالف تقوده المملكة العربية السعودية والذي كان له أيضا تفوق جوي والآن يواصل اليمنيون مهاجمة السخنة الأمريكية ولا تزال بلايات المتحدة قادرة على الرد ولكن عاجلا أم عاجلا سيضرب الصاروخ المدمرة الثمينة أشكركم على حظ المتابعة والإصلاة ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وهذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته